عايز اختك في حتة فنية ايه ايه اربعة ثلاثة ثلاثة اللي كان بلعب بيها كارلوس كيروش هي خطة غالبا المنتخبات الكبيرة في العالم او الفرق الكبيرة في العالم بلعبها اربعة ثلاثة ثلاثة كان في جملة شهيرة بتتقال طيبا في كل الاماكن في كل البرامج وبتسمعها حضرتك وبتسمعها عند الناس هجماعة اللعب المصر يقف العب اربعة اثنين ثلاثة واحد لازم تحط لي صانعها ما هو ده اللي انت وزمالك اللي بتفرضوه انت وزمالك اللي هي المنصات والستوديوهات التحليلية انا في اخر خمس ست سنين انا بحسيت انه انه كلمة رقم عشرة دي اهم حاجة في الكورة في الاكل والشرب فبتدلعوا اللعيبة اللعيبة اللي لما يبقى لعيب كبيره على المستوى الدولي لما بكون انا ما بغيرش مكانه مثلا من فروض لسردباك هنا تنقضني وتشرحني انت واخد بالك لكن لما اتكلم على لعيبة نص الملع ادوار لما اتكلم على لعيبة نص الملع ليه ما تلعبش انا بغير ادوار ليه ما تلعبش ليه ليه فانت بتيجي على الجهاز وبتيجي على الناس عشان تدلع اللعيب ما تدلعش اللعيب اللعيب لازم يتأقلم ويعرف انه لازم يقدر دوره طالما هو لعيب كورة كويس انا بتكلمك على دايرة نص الملع ما بكلمكش ان انا مثلا بجيب افشة اقوله انت هلعبك رايت عشان انت بدني عالي وهتزحلق وهتعمل لا ماودش كده في منطق في التغيير في منطق حتى في منطق شكرا انت قلت أفشا عشان انا كنت هسألك أفشا فكنت هتقولي لا ما تقوليش أفشا لا 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 أفشا خب بالك والله أفشا بيلعب الأربعة ثلاثة ثلاثة كويس بس هو من كتر وبرده اللعب لازم دماغه تعلى شوي الكلام ده أفشا حبيبي بنقوله الغيره لأنه لأنه انت لازم مع التطوير تتطور ما ينفعش يعني انت يا نمرى عشرة يا بلاش ومسلمين لما لايب أربعة ثلاثة ثلاثة أفشا عددك مثلا لما تقدي وحش مثلا في نمرى عشرة هيعذرك ما هيقول انت وحش برضه لكن لما تتعود على الطريقة بتاعة المدرب والمدرب شايف ان دي قفية حاجة للتيم وان دي هتفيدي التيم في جوانب كتيرة جدا انت لعيب كورة انت المفروض ان انت تأقلم على ده مش انت تيجي تقول المدرب ما بيلعبش اللعيبة في أماكنها عشان من عشرة لثمانية صح انت فاهم قصدي صح لا احنا احيانا بنعلل اللعيبة على المدربين مش صح مش صح معين 90% من المنتج مش بتاع الكورة بتاعنا احنا بس بتاع كل لعيبة العالم 90% من المنتج الكورة من اللعيب هو اللي بيجري هو اللي بينفز وهو اللي بيسمع اللي بتقال وهو اللي بيركز هو اللي بيعمل لا وكنت عايز حباك باك كامل دي كمان انه كلمة رقم عشرة دي اصلا باش موجودة في العالم يعني لا برجع مش عايز اقول اللي هو اصطنا على الالعاب هيقول لك مهي موجودة عندنا هي ماشي عندنا لعامة لأ لما فيه تطوير او نعز نور عليه وبعدين تطوير مش مزعج مش تطوير اللي هو زي ما انا بقولك ان انا بغير مركز جبار او حاجة بعيدة خالص على المواصفات السردباخ مثلا انا واجيب واحد فروض او واحد اقوله اعمل لي لأ بتختلف طيب ممكن اقول لك بحتة فنية تانية واسمحلي اللي انا اقفت شوية يا كابتن دولة ده افتها اه انت رقم عشر حبيب قلبي لا انا رقم عشر موجود دلوقتي رقم عشر رقم عشر رقم عشر موجود هو عمل هلنا برنامج